نرحب بكم مجدداً مع أدين السنثلاث الفوسفات والتعريف به كما نرى الرابطة الكيميائية له أدين السنثلاث الفوسفات هو جزيء يلعب دوراً في نقل وتخزين الطاقة التي احتاجها الجسم لأداء مختلف العمليات الحيوية مثل تصنيع البروتونات، أيضاً الطعام، نقل الآيونات، انقباض العضلات وكذلك أنه أدين السنثلاث الفوسفات يساهم في عملية التواصل بين الخلايا بناء الحمض النوع ومنقوص الأكسجين واسمه دايوكسي رايبونيكليك أسد دي أن ايم يتواجد أدين السنثلاث الفوسفات في السيتو بلاسم وبلاسم النوع نيوكلو بلاسم في الخلايا يعمل كبطارية داخل الخلايا تزويدها بالطاقة عند الحاجة كما يتجدد نخصون الخلايا من ثلاث الفوسفات الأدين السن باستمرار بعد استهلاقه محتويات صيغة ثلاث الفوسفات الأدين السن السؤال هنا كيف يتم تصنيع مركب الطاقة ATP في خلايا الجسام والفرق بين جي تي بي واتي بي اختصارها أيضا كيف تتحرر الطاقة من جزء ATP كيف يتم تجديد مركب الطاقة ATP ما هي فوائد ثلاث الفوسفات الأدين السن وما هي أيضا تطريقات علاجية المركب أدين السلاث الفوسفات وكذلك صيغة ثلاث الفوسفات الأدين السن كما نرى أنه تشيري الصيغة الكيميائية كما نرى هنا إلى مركب الطاقة ثلاث الفوسفات الأدين السن إذ يتكون مركب ATP من جزئات الثلاثة التالية قاعدة نيتروجينية مكونة من الأدين والسكر الريبوز أيضا ثلاثة مجموعات من الفوسفات كما نرى ترتبط فيما بينها بين جزئات الأكسجين وتعد بالروابط بين مجموعات الفوسفات مصدر الطاقة في جزء ATP وذلك بسبب الشحنات الكهربائية المتنافرة بين مجموعات الفوسفات إذن كيف يتم تصنيع مركب الطاقة ATP في خلايا الجسم؟ تتم عملية صناعة أدين السن ثلاث الفوسفات في الخلايا بالطريقة التالية واحد الفسفرة الضوئية هي عملية تحدث في النباتات خلال البناء الضوئي وتم عبرها تصنيع جزئ أدين السن ثلاث الفوسفات من الأدين السن بناء الفوسفات وأيضاً التنفس الخلوي ثانياً يتم إنتاجه من خلال أيضاً التنفس الخلوي الهوائي واللهوائي الذي يحدث في ميتشكونديريا الخلية وتحدث عملية التنفس الهوائي لدى البكتيريا التي تعيش في بيئات خالية من الأكسجين بينما يحتاج التنفس الخلوي الأكسجين بالإضافة للجليكوز لإنتاج جزئي ATP وتتضمن عملية تنفس الخلوي تحلل السكر وتكوين جزئي أستيل مرافق الأنزيم A أيضاً يعني باللغة الإنجليزية نقوله بأستيل سي أو إي وتكون هنا يعني تكون يتم تكوينه ATP أيضاً التخمير هي عملية لا تحتاج الأكسجين لتصنيع أدين السن ثلاث الفوسفات ويتم في البكتيريا والخميرة أكسدت الحمض الدهني بيتا أكسيديشن وهي أيضاً عملية يتم فيها تكسير سلاسل أحماض الدهنية يتكوين جزئيات أستيل مرافق الأنزيم A والذي يتم تحويله عبر سلسل التفاعلات لأدين السن ثلاث الفوسفات عملية هدم الكتونات أيضاً كيتوسيس والتي ينتج عنها جزئيات ATP وGTP والفرق إذن بين ATP وGTP يتشابه رمز ثلاث الفوسفات لأدين السن مع اختصار جزئيات أخرى منها جزئي جوانسن ثلاث الفوسفات جيتيبي وأيضاً يلعب جزئيان دوء أدوار مختلفة يعني داخل الخلية ففي حين يدخل كلاهما في تصنيع الحمض النووي الريبوزي إلا أن دور جيتيبي يتمحور حول إرسال إشارات الخلوية بينما يعد الدور الرئيسي جزئيات ATP وتخزين الطاقة كما يتكون أدين السن ثلاث الفوسفات من قاعدة الأدين السن النيتروجينية بينما يحتوي جوانسن ثلاث الفوسفات على القاعدة جوانسن النيتروجينية إذن السؤال كيف يتحرر الطاقة من جزئيات ATP؟ يعني يعمل ثلاث الفوسفات أدين السن على تحرير الطاقة ليستخدمها كما نرى يعني يستخدمها الجسم عن طريق تفاعل يفقد فيه الجزئي بجموعة فوسفات لينتج عنه تحرر الطاقة المخزنة في الروابط بين مجموعات الفوسفات ويتحول جزئي ثلاث الفوسفات أدينسون ATP إلى جزئي أدينسون ثنائي الفوسفات كما نرى الطاقة إذن تتحرر هنا الطاقة أدينسون مونوفوسفات يعني هنا السؤال كيف يتم تجديد مركب الطاقة ATP؟ عند عدم الحاجة للطاقة تتحد مجموعات الفوسفات مع جزئي الفوسفات الأدينسون مجددة بتفاعل معاكس للتفاعل السابق الذي حررت منه الطاقة يعتمد تفاعل تجديد مركب الطاقة ATP على الطاقة المكتسبة من الغذاء أو التعرض لأشعة الشمس ينتج عن التفاعل تخزين الطاقة إلى حين حاجتها لذا فإن أدينسون ثلاث الفوسفات يتجدد باستمرار داخل الخلايا ويقدر تركيزه في الخلية بحوالي 1 إلى 10 ميكرو مول يتم تنظيم مستوات ATP داخل الخلية عن طريق نظام من التغذية الراجعة يتضمن تثبيت أو تعزيز عمل إنزيم أدينسون ثلاث الفوسفات وثم أيضا هو المسؤول عن تحفيز تفاعل سيارة جزئي ATP كذلك فإن وجود مستويات كافية في ثلاثي فوسفات أدينسون أيضا داخل الخلية يعمل على تثبيت الأنزيمات المشاركة في عملية تحلل السكر والتي تساهم في تكوين جزئي ATP ونسأل ما هو فوائل ثلاثي فوسفات أدينسون يمثل ثلاثي فوسفات أدينسون مخزنا للطاقة في الجسم ويعود محتواه العالي من الطاقة للروابط بين مجموعات الفوسفات المتصلة بسكر رايبوز والتي تتحرر عند فقدان هذه الجزئيات تتمثل وظائف أدينسون ثلاثي فوسفات أولا بنقل الطاقة طبعا بنقل الطاقة للخلايا حيث تتحرر الطاقة بمقدار 7.3 كيلو كالاري لكل مول عند فقدان مجموعة من الفوسفات من جزئي الأدينسون ثلاثي الفوسفات لبناء الحمض النوى الـ DNA حيث يتحول جزئي الـ ATP إلى أدينسون منقوص الأكسوجين ثلاثي الفوسفات ديوكسي أدينسون 3 فوسفات طبعا ليشكل جزء من السلسلة الحمض النوى الـ DNA وأيضا بناء الحمض النوى الريبوزي ويبناء الحمض النوى الريبوزي ويبناء نقل إشارات الكيميائية اللازمة للتواصل بين الخلايا حيث يوفر ثلاثي الفوسفات أدينسون مجموعة من المجموعات الفوسفات الضرورية لفسفرة الجزئيات بواسطة أنزيم والذي يؤدي لنقل إشارات من خارج لداخل الخلية ومن ثم الاستجابة لهذه الإشارات للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة كذلك فإن أدينسون 3 فوسفات يساهم في تحفيز إطلاق الهرمونات والأنزيمات والنواق العصبية وعوامل النمو التي تساهم في نقل إشارات الخلوية أيضا النقل العصبي أيضا من وظائفه النقل العصبي نيترو ترانسبيشن بين العصبونات حيث تحتاج هذه العمليات كميات كبيرة من الطاقة التي يوفرها جزئياتي وأيضا يعد الدماغ أكبر مستهلك لأدينسون 3 فوسفات في الجسم وانقباض العضلات يساهم ثلاثي أدينسون أيضا فوسفات في حدوث الانقباض العضلي بعدة طرق أهمها النقل النشط لأيونات الكالسيوم والبوتاسيوم والسودوم ومن التطبيقات العلاجية لمركبة أدينسون 3 فوسفات يمكن أن يقدم جزئ أدينسون 3 فوسفات فوائد علاجية عند إعطاءه كمكمل ومن التطبيقات الممكن لمكملات تخدير مثلا فقد يساعد تقليل ألم على اعتلال العصبي وألم نقص التروية كم يساعد على تقليل قد يساعد تقليل الحاجة مسكنات الإثيونية بعد العمليات الجراحية أيضا تقليل الألم من خلال وقبل وبعد العمليات الجراحية عند إعطاءه وريديا كذلك تقليل ضغط الدم أثناء إجراء العملية الجراحية